الدكتور زاهر الشخنقيري المتحدث رسمي باسم حملة المراشح الرئاسي حازم عمر قال ان الحملة بتواصل اجتماعتها المغلقة عشان اعلان خطة التحرك الميداني يوم لاربع المقبل بالتزامن مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية اللي هتبدأ الخميسة على طول للانتخابات واضاف الشخنقيري في تصريح لليوم السابع ان الحملة هتواصل اعلان تشكيل محافظاتها او مقرها في المحافظات يعني كويس وده بمتابعة يومية وقال ان الحملة تدرس عقد مجموعة من المؤتمرات الجماهرية هو بيرى انها تكون حاشدة جدا في اربع قطاعات على المستوى الجمهوري هو حددها يعني كشغله هو دي حملة الرجل بيقسم شغله يعني فبيقول هيبع عندي فيه غرب وشرق 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 الدلتا وفيه عندي شمال الصعيد لغاية اسوان وايضا القاهرة دي تأسمته كويس قال ان الحملة دي هتتواصل ايضا وهتبدأ تتكلم عن تفاصيل تشكيلها وتشكيل الحملة الانتخابية واعلن تفاصيل بسيطة عن كوادرها بمحافظات القليوبية والمنوفية واسيوت وصهاج مبدئية دا اعلنه امس في من خلال الحملة ومقرها بمحافظات القاهرة والجيزة والبحر الاحمر وقنى وكان المهندس حازم عمر اعلن في مؤتمر صحفي قبل كده عن ملامح بسيطة البرنامج الانتخابي اللي هتكوى من عدة اهداف منها مثلا دعم الاحزاب التداول السلمي للسلطة كويس وانا هنا بأحيي سيد حازم عمر بالعكس جميل نبدأ بقى نشتغل نبدأ نعرض افكارنا وزي ما قلنا انا ايه الهدف ان انا ان احنا بنتكلم دايما عن التعددية في الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية افترضنا احنا سبعة او تمانية كلنا بيبقى عندنا افكار وبرامج صح بنعرضها للجمهور افترضنا لو انا ربنا اكرمني انا اللي بقى ربنا اكرمني وانجحت بقى اسمعت هنا واسمعت هنا واسمعت هنا صح وخدنا من البرنامج دا واسمعتنا لبرنامج انا قدمت افكاري وغير قدم افكاره من السهل ومن الطبيعي ومن المنطقي انه ممكن الا الاقي فكرة هنا كويسة فنقعد نجمع شكل معين طيب عندي خبر تاني اعلن عيد هيكل هو طبعا المنصق العام لحاملة رئيس الوفد بانتخابات الرئاسة عن بدء المؤتمرات الجماهرية لمرشح الوفد يوم الجمعة القادم دا طبعا هيبقى يوم عشر قال هيبقى فيه مؤتمرات حشدة في الدقاهلية واضاف ايضا ان ان دا هيتبعوا عدد او هيتبعوا يعني عدد من المؤتمرات على مستوى الجمهورية تنتهي بمؤتمر في الجيزة يوم 4 ديسمبر يعني هو محدد هيبدأ بالمنصورة هو يبقى اخره في الجيزة وايضا السيد هيكل قال آآ انه حصل على رمز النخل انه هو حيحصل على رمز النخل وهو رمز وفد أصيل بيعبر عن استمرار الوفد على طريق زعمته يعني التاريخية هو يرى ان الوفد حزب الوفد مرتبط دائما بهذا الشعر حتى لو تلاحظوا السادة النواب لما بينزلوا انتخابات مرشح حزب الوافد دائما بيختار رمز لإيه النخل خلاص ده رمز ثابت عند حزب الوافد له أسبابه له تفاصيله له حاجاته يعني ماشي عشان كده خلاص سيد عبد السادة يماما هينزل بحزب لإيه عن حزب الوافد طبعا كمرشح لرئاسة الجمهورية لكن اختار رمز إيه النخل واضاف إن باب الحملة مفتوح للتطوع لجميع المصريين وأيضا لكل الوافدين وإن الحملة متواجدة بشكل دائم داخل المقر الرئيسي للحزب وبكافة اللجان العامة بالمحافظات في وقت سابق الدكتور عبد السند يماما لو تفتكروا هو طبعا مرشح في الانتخابات الرئاسية الجمهورية قال إن برنامجه الانتخابي بيرتكز عليه هو شايف إن فيه رؤية إصلاحية شاملة وفيه حلول واقعية قابلة للتنفيذ فعلا وأكد إنه بيركز في البرنامج إن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامي وأشار أيضا المرشح الرئاسي إلى إن البرنامج بيتضمن رؤيته هو من معه من المجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه وبيتوقع أن يلاقي البرنامج ده قبول لدى أبناء الشعب المصري وأيضا أضاف إنه بيستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون إما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر أو بالمحبة للوفد اللي بيمثل جزء كبير جدا هو شايف كده تمام لأن الوفد كان بيحمل جزء كبير جدا من تاريخ مصر صح ولا لا أكد الدكتور عبدالسند يا ماما أيضا ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لافتا إن عدم المشاركة في الانتخابات بيمثل جريمة بحكم إيه وجهة نظره قال لك لا ده الجريمة بحكم القانون مش مش بوجهة نظر إيه كويس شفتوا بقى أستاذ المرشحين بدأوا يشتغلوا بدأنا نسمع أفكار ليه كل برنامج انتخابي من أستاذ المرشحين يا جماعة مش فكرة إن أنا بقعد بالليل كده مع نفسي ومكتب أفكار هو ده برنامجي لا لا طبعا لازم يجيب ناس متخصصين بنتكلم في الأمور ده إنه طبعا هيعبد الكلام ده قدام الناس طبعا الناس هتسأله فلو هو في كل فكرة عارضها ما عندوش منطق لها أو عندو الفكرة لكن ما عندوش أساليب تنفذها لما الناس هتسأله مش هيبقى فيه بتعارفين يعني عشان كده بقول إيه التعددية في الترشح على المقاعد في الانتخابات بتدي أفكار جديدة إيه المشكلة هعرض فكرة ده هيعرض فكرة ده هيقول فكرة جميل جدا إن شاء الله ربي لو فكرة واحدة ما هتخدم مين في النهاية مصلحة الوطن وأنا لا أعتقد أن أحد من السادة الأربع الأفاضل لما يلاقي فكرة جيدة للتنفيذ لما ربنا يكرمه إن شاء الله ويكتب له النجاح إيه لا أصل الفكرة مش فكرة ده مقعد رئيسة الجمهورية يا جماعة مش مسألة إن أنا بختار لنفسي حاجة لا خالص ده اللي ربنا يكون معاه والله ده مقعد يعني من أصعب المقاعد وادوكم شايفين الظروف اللي إحنا فيها يعني بسم الله ومشاء الله محتاجة صبر وحنكة وطول اتبال وطول تخطيط وتحمل